اشتركوا في القناة كما اثني على تركيز الاهتمام نحو سؤال الامن وحلوله المستدامة الامن من جميع الاوجه والمسارات التي تمس حياة الشعوب وتحكم سعيها لتحقيق معيشة كريمة في ظل سلام مستدام ومعروف لكم ما كابده شعبنا العراقي عبر العقود الماضية من الام وحروب ودكتاتورية ومواجهات استهلكت جهدا ودماء عزيزة واستنفذت وقتا تمينا لم يستثمر لصالح امال شعبنا ومع كل هذه العقبات تمكن العراق من تجاوز اكبر الشرور وانتصر في معركة الارهاب وانتقنا كعراقيين من مرحلة الانتصار الى مرحلة التنمية بقوة في ظل ديمقراطية مستقرة وآلت حكومتنا على نفسها ان تغير حال الاقتصاد العراقي نحو الانفتاح على الشراكات المثمر والتنوع في الموارد ومواجهة التحديات المزمنة في البطالة والخدمات والفساد ومحاربة الفقر وتدعم الاصلاح الاقتصادي بجميع اشكالها ولم يمضي الا عام ونصف العام حتى باتت الارقام الاستقرائية للاقتصاد تتحدث عن صعود ايجابي متشعب ومتنوع ويعد بالمزيد وشهدت البنى التحتية المؤسسة للنهوض الحقيقي اندفاعة لن تتوقف بعون الله ويوما بعد اخر نجتاز عقبات كانت تبدو صعبة بل مستحيلة في سنوات ماضية ومن المهم ان تفهم هذه الخطوات ضمن سياسة شاملة تتبناها حكومتنا مدعومة من مجلس النواب تعالج بها كل ما يمس المواطن في معيشته وتلبي طموحه من هذا التشخيص انطلقنا لتحقيق هذا الهدف الممكن واجهنا في كل القطاعات المستهدفة صعوبات وتحديات شتى لكن ايماننا بقدرة ابناء شعبنا وتمسكه بعمار بلادنا وتنميتها امر لا تحده حدود الصحة والكهرباء والخدمات العامة والبنى التحتية المدنية والنظام المصرفي المعافى والادارة الحكومية النزيهة والعمل على محاربة الفقر واستغلال الطاقة واستثمار الغاز ومواجهة التغيرات المناخية والبيئية وتوفير الغذاء والسكن والتعليم وغيرها كلها صارت اليوم بمثابة بنود في العقد الرابط بين المواطن وحكومته وهي دعامة استمرار الخيار الديمقراطي والسبب الاول الذي يدفع المواطنين الى المشاركة في الانتخابات كوسيلة دستورية لا بديل لها لاختيار الحكم وصنع القرار لقد وضعنا نصب عيننا ان تغيير فلسفة ادارة الدولة وتطوير اسلوب تنفيذها سيكون ذلك مدخلا صحيحا لاستغلال الثروة وبالتالي فانه القاعدة الاجتماعية الاولى للحكم الرشيد فاسسنا صندوق العراق للتنمية وفتحنا الابواب امام القطاع الخاص بضمانات سيادية وشرعنا في التعاون مع مؤسسات الاعتمان العالمية واليوم نحث الخطى الواثقة في مشروعنا الابرز مشروع طريق التنمية هذا الممر الستراتيجي الذي سيربط مصالح المنطقة ربطا ايجابيا متكاملا وسيؤكد دور العراق التاريخي بوصفه ساحة امنة لصنع الفرص والتكامل الاقتصادي وتشابك المصالح بين الشعوب قبل الحكومات ونعتقد واثقين ان هذه هي دعاء مؤمن واستقرار في المنطقة السيدات والسادة ان الامن لم يعد رهين قرار سياسي او عملا ميدانيا فقط انه حزمة متداخلة من الاجراءات والمصالح المتبادلة المشروعة والنظم التجارية والاقتصادية المنصفة ولو دعمنا الامن بكل مفاهمه بترابط اقتصادي صانع للحلول وساند لمواجهة التحديات سنجد ان اسباب الاضطراب ستنكفئ وستتراجع فرص اثارة الفتن وتضمحل منابع الصراعات وسنخصص المزيد من الموارد الى قطاعات التنمية ولا يخفى عليكم ما تسبب به العدوان على المدنيين في غزة والاراضي المحتلة والموقف الدولي الضعيف ازاء الحق الفلسطيني هذا العدوان الذي بات يهدد المنطقة باسرها بانتشار الصراع كما انه اهان القانون الدولي وانتهك حرمة الدم وهو يمثل اليوم اكبر تهديدا لشعوب المنطقة واستقرارها لهذه الاسباب فان العمل على وقف الابادة الجماعية الصريحة بحق الشعب الفلسطيني ستمثل بداية لمنظومة الثقة المتبادلة في مساعينا نحو تحقيق الامن لشعوبنا ولمنطقتنا وسيكون العراق اول المساهمين في اعادة الحياة والاعمار لغزة واهلنا الصامدين فيها اشكر اصغاءكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة